انطلقت أعمال ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل تعايش الإنساني الذي يُعقد على مدار يومين بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وعدد من الرموز وقادة وممثل الأديان والثقفات حول العالم ويأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية ملك البحرين ومشاركة نحو مائتي شخصية من رموز وقادة وممثل الأديان حول العالم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة اشتركوا في القناة